بسم الله الرحمن الرحيم طبعا معلش يا جماعة اتخرت عليكم يعني الصحة كانت مش مظبوطة كده والحمد لله على كل شيء بصوا يا جماعة انا قلت نبدأ شغل جديد احنا لو تذكروا كنا عملنا قبل كده بالنسبة للفيجوال بيزيك يعني احنا هنبدأ شغل في الفيجوال بيزيك كنا عملنا جداول من خلال الـ Access ولكن كد بتقابلنا مشكلة ان احنا بنشتغل في Access 10 وطبعا احنا منزلين Office 21 واللي منزل 15 واللي منزل 19 فطبعا العملية بتبقى صعبة جدا فقلت طب ما نشتغل على الجداول الداخلية احنا كنا خدنا فكرة عنها قبل كده ولكن المرة دي هنشتغل شغل بجد شغل احترافي وان شاء الله يعجبكم انا عملت كده مبدئيا اكن عندنا مكتبة كتب مكتبة كتب دي عملت 3 جداول وحنشوف ازاي هنربط الجداول دي ببعضيها وازاي نعمل استعلامات ويعني ان شاء الله الحكاية تكبر كده وحدة وحدة طب تعالوا كده نفتح الاول البرنامج بتاعنا وتعالوا نخش على يعني نشغلوا بس وبعدين نقول احنا هنعمل ايه كل حاجة تتشرح بالتفصيل ان شاء الله لو جينا دخلنا هنا في الـ باك ادي البرنامج بتاعي هو وادي هنا الجداول موجودة زي ما انت شايفين تابعة للفيجوال بيزيك ولكن انا مش هخلي الجداول هنا انا هخليها برة هنتعامل معاها برة يعني انا ايه له اول ما هفتح البرنامج بتاعي هو هياخد نسخة من هزي المعلومات اللي هي الجداول اللي موجودة عندي وحيحطها في الـ زي ما حوريكو دلوقتي وكل ما بعمل تطور انا وبضيف حاجات بيرجع ياخد نسخة ساعة ما انا بقفل ويرجحها هنا بالمعلومات الجديدة تمام طيب تعالوا بقى نشوف كده الكلام ده موجود فين لو انا جئت دخلت على الكمبيوتر وجيت دخلت في الـ انا قلت له في عندي الارشيف هتفتحه وهتحط لي بهو اكي انه بيعمل المجلد اللي اسمه الارشيف ده وبيفتح جواه مجلدات فرعية مجلد اسمه data وبيحط لي اهو زي ما تشايفين الجداول اها جماعة ما بتتفتحش الا بالفيجوال بيزي وكمان ممكن يتحطي لها رقم سري يعني ممكن محدش يفتحها على الاطلاق ولا يقدر يعرف ايه اللي فيها يعني حتى من عيوب الأكسز انه بتفتح مهما حطت له ارقام سرية ومهما عملت بيتفتح برضو ولكن هنا لا قوي جدا صعب فتحه وحطيت تلات مجلدات كمان عشان استفيد بالصور لان انا بقول انا بتعامل مع كتب فعايز صور الكتب وعايز صور المؤلفين وعايز صور دور النشر فعملت هنا تلات مجلدان بصوا كده جماعة لو دخلت على المؤلفين زي ما تشايفين انا حاطت صور للمؤلفين مصطفى محمود توفي الحكيم وهكذا طيب تعالوا نشوف برضو حاطت صور اهي لبعض الكتب كتب انيس منصور والكتب بتوع مصطفى محمود وهنا برضو كتاب اليوتوبيا طيب تعالوا برضو نشوف هنا في هنا ادي الناشرين برضو عندي دار المعارف ودار الشروق وممكن احط بقى صور لأي دور نشر زي ما انا عايز تمام كده طيب يبقى زي ما احنا اتفقنا جماعة وانا شغل في البرنامج اول ما بفتحه هو بيجيب لي الجداول بيحطها لي هنا وانا بقفله بياخد الجداول من هنا ويرجحها تاني محدسة بالحاجات اللي انا عملتها طيب تعالوا بقى نشغل كده ونشوف احنا عملنا ايه بالزبط لو جيت فتحت البرنامج بتاعي زي ما تشايفين يا جماعة اول ما فتح بيفتح لي اولا في عندي هنا اربع صفحات اللي هي المؤلفين فيه الكتب وفيه المؤلفين وفيه الناشرين وهنا الاستعلام وده الاستعلام احنا ما عملنوش قبل كده اول مرة نعمله احنا حنشوف ازاي احنا ربطنا التلت جداول دول ببعض وطلعنا منهم جدول جديد وطبعا ممكن اطلع عدد لا نهائي من الجداول حسب الحاجة اللي انا عايزها يبقى ده ميزة ان انا بربط الجداول مع بعضيها طيب ادي ده الكتب زي ما تشايفين يا جماعة اهو عندي القرآن محاولة لفهم عصري طبعا هنا فيه قود الكتاب وقود المؤلف وقود الناشر واسم الكتاب وطاريخ الاصدار وعدد الصفحات وسعر الكتاب هتلاحظوا ان انا كل ما بتحرك بيجيب لي صورة هذا الكتاب يعني هنا القوة الخافية بص يا جماعة لو طلعت الفوق الذين هبطوا من السماء من اسرار القرآن القرآن محاولة لفهم عصري وحتلاقوا هنا فيه بحس البحس ده لأي عمود عشان كده هتلاقوا هنا كومبو بوكس مكتوب ايه قود الكتاب قود المؤلف قود الناشر وهكذا والبحس بيبقى بالحرف يعني لو انا جيت مثلا على اسم الكتاب اهو اسم الكتاب واكتب لي هنا اي حرف وليكن حرف السين مثلا راح جايب لي فيه اسرار القرآن اهي فيها سين وهنا الذين هبطوا من السماء فيها سين زي ما تشايفين يبقى بحس بأي حاجة تعجبني في أي ايه عمود من الاعمدة اللي موجودة قدامي حتى سعر الكتاب حتى سعر الكتاب يعني انا ممكن اقول له ايه شوف لي كتب اللي تمانها مثلا مية جنيه طيب حيضغط كده اهو يبقى بمية جنيه قال فيه كتاب من الاسرار القرآن ونفترض ان احنا عندي طبعا الاف الكتب فبيجيب لي كل الكتب اللي بهذا السعر اه زي ما انتوا شايفين عملية بحس كاملة تمام طيب عندي الحاجات الاساسية بتاعت اللي هي الاضافة والتعديل والحسف والمسح وفيه هنا التحرك برضو بالنسبة لي يعني انا لو جيت كده بصوا جماعة انا ممكن اتحرك مثلا انا في الاول ممكن اوصل للاخير بمطال بساطة طيب عايز ارجع للأول تاني طيب عايز التالي اهو بتحرك زي ما انا عايز عايز السابق بتحرك برضو زي ما انا عايز وقلنا الاضافة والتعديل والحسف هنشوفه طبعا المسح ان انا لو عايز امسح الحاجات اللي قدامي وهكذا تمام كده طيب ده كده صفحة الكتب تعالوا نشوف الصفحة التانية كده ممكن انزلها تحت يبقى انا هنا عامل اطارة جماعة الاطار ده ثابت بالنسبة له واو حاوية يعني بتحتوي كل الصفحات بتاعتي طب تعالوا هنا لو جينا بصينا على المؤلفين هتلاقوا برضو في مصطفى محمود بصوا صورته هي ظهرت لو نزلت التحت هتلاقوا انيس منصور احمد خالد توفيق توفيق الحكيم عباس العقاد نبيل فاروق وممكن تضيف زي ما انت عايز زي ما قلنا برضو كل التحكم موجود عندي هنا البحث برضو في اي عمود سواء قود المؤلف او اسم المؤلف او عنوان المؤلف او الموبايل بتاع المؤلف بمنتهى البساطة جماعة حتى بالموبايل ممكن اجيب اللي انا عايزه يعني لو جيت هنا كتبت مثلا زيرو عشرة احنا طبعا لازم احدد الموبايل اول اهو بقول له انا حابحس بالموبايل فحكتب زيرو عشرة هيجيب لكل الناس اللي بزيرو عشرة وابدأ اناقفهم بعد كده وكل ما بزود رقم بيبدأ يصفهم لي لحد ما وصل للحاجة اللي انا عايزها طيب لو نزلنا دي تحت هتلاقوا عندي هنا بقى بعد كده اللي هو الناشرين عندي هنا مثلا دار المعارف ودار الشروق برضو دول حطت لهم صور لو انا جيت هنا على دار الشروق اهيه ادي الصورة بتاعتها موجودة برضو في بحث سواء بكود الناشر او اسم الناشر او عندي عنوان الناشر او موبايل الناشر يعني اي حاجة اي حرف في اي معلومة هقدر اجيب اللي انا عايزه الاهم بقى من كل ده جماعة اللي هو اخر حاجة اللي هو الاستعلام الاستعلام انا ممكن اعمل عدد لا نهائي من الجداول فانا هنا اخترت بقى قلت مثلا ايه ممكن اخد كود الكتاب مع اسم الكتاب مع اسم المؤلف اسم الناشر سعر الكتاب وممكن طبعا يتضاف جداول كتيرة جدا ممكن لو انا عملت بقى في مبعات كمان ان انا فيه بقى كتب دخلة وكتب بتتباع وكتب فانا عايز اعرف الصافي وعايز اعرف المخزون ويعني ممكن يتعمل شغل كبير جدا 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 وبرضو هنا اهم نوع من البحث برضو سواء باسم الكتاب او اسم المؤلف اي حاجة عندك يعني لو جيت هنا عايز مثلا مصطفى محمود يبقى حبحث مثلا باسم المؤلف فحاجة هنا اسم المؤلف وحكتب ميم اول طبعا ما بكتب حرف الميم بيجيب لي الحاجات اللي فيها ميم فميم صد فراح جايب لي اهو مصطفى محمود كل الحاجات حلاقي كل الكتب بتاعت مصطفى محمود موجودة قدامي انيس منصور حاجيب هالي كلها اه لو عايز بدور النشرة حاجيب عايز باسم الكتاب حاجيب اي طريق بحث زي ما انت عايز احنا عارفين ان البحث اهم حاجة في الجداول الضخمة دي طيب يبقى هنا زي ما اتفقنا الاستعلام ضفناه هنشوف ان كل معلومات انا بضيفها هي بتروح للاستعلام لانا الاستعلام ده انا بيتحكمش فيه بقى خلاص انا بحط الجدول بالحاجة اللي انا عايزها وابحث فيها عشان كده اسمه استعلام انا بعرف من خلاله بس انما اي اضافات انا بضيفها هي بتتضاف له اوتوماتيك طب تعالوا بقى كده جماعة نبدأ نضيف احنا حاجة جديدة ونجرب مع بعض لو انا جيت هنا هدخل مثلا ناشر جديد طيب الناشر الجديد ده الكود بتاعه وليكن مثلا رقم 3 انا طبعا ممكن نعمل عملية مسح كده الاول هقول له مثلا رقم 3 طب اسم الناشر تعالوا نقول مثلا دار مصر اي حاجة ماشي جماعة طيب وعندي عنوان الناشر نقول اي حاجة القاهرة ماشي طيب وهنا موبايل ناشر 0 11 11 اي حاجة تمام كده وتعالوا نعمل عملية اضافة زي ما تشايفين اهو جماعة دخل معايا عادي طيب لو عايز اعمل عملية تعديل مثلا اقول له الموبايل بتاعه هو غيره وهنا دي كده 15 وتعالوا نعمل عملية تعديل فحيعدل معايا وزي ما اتفقنا ممكن اعمل مسح للمعلومات بتتمسح وممكن اعمل حس فحيحزف معايا مفيش مشكلة تمام طيب انا ضفت كده دار ناشر جديدة طيب تعالوا بقى نروح نضيف مثلا لو ضفنا كتاب جديد لانيس منصور مثلا على اساس ان انا حاطت صورة بتاعته طيب انا حاجة هنا هعمل عملية مسح وحكتب كود الكتاب بتاعي اللي هو خمسة وكود المؤلف بتاعي اللي هو رقم اتنين انيس منصور طيب وكود الناشر هقول له الناشر اللي هو نمرة اتنين برضو اللي هي دار الشروق طيب واسم الكتاب هقول له متين يوم حول العالم متين يوم حول العالم تمام كده وطبعا صفحات الكتاب هو حوالي ستمائة وخمسين صفحة وسعر الكتاب اعتقد يعني اعملو هلف جني دلوقتي انا خدت جايبه من زمان من التمانينات كده كدت جايبه بخمسة وعشرين جني كان يعتبر مبلغ ضخم جدا يعني طيب لو عملت اضافة كده بصوا كده جماعة اهو عمل معايا الاضافة زي ما انت شايفين طب تعالوا هنا لو اضافنا حاجة جديدة مثلا عملنا مسح وقلنا تعالى ندخل الكتاب اللي هو الكود بتاعه رقم 6 وكود وكود المؤلف اللي هو رقم 3 اللي هو احمد خالد توفيق طيب وكود الناشر اللي هو اللي دخلناه جديد اللي هو دار مصر يبقى 3 واسم الكتاب مثلا يوتوبيا والاصدار بقى مش مهمة جماعة طب وعدد الصفحات مثلا نقول ان هو 300 نمش عارفهم مكان بالزبط طيب ونقول الكتاب مثلا 850 ماشي وتعالوا نعمل اضافة اضافة زي ما انت شايفين معايا طبعا كتاب 200 يوم حول العالم ليه صورة فعشان كده لو ضغط عليه بصوا صورته ظهرت مباشرة يبقى انا مجرد ما ضفت الكتاب طالما الصورة موجودة يبقى هتظهر طب لو جيت على اليوتوبيا وضغط عليه برضو ليه صورة هتبدأ تظهر معايا طيب لو جينا بقى احنا بصينا في الاستعلام عشان كده انا كنت بقول لكم مهم جدا ان احنا الشغل بتاع الاستعلام ده ان انا كل المعلومات اللي انا بدخلها يبقى انا طبعا انا عندي النشر دور النشر بكتب جميع دور النشر اللي موجودة عندي وبدخلها في الاول بعد كده دور النشر دي بتحتوي او بتبقى فيه كتاب كتير جدا بيتعاملوا معاها فبنبدأ ندخل ايه اسامي الكتاب بيبقى مش فاضل عندي بعد كده بقى غير كل ما بيجيب لكتاب جديد بنزله وطبعا لو جالي نشر جديد او طبعا ده بيبقى على مراحل يعني مراحل بعيدة ان انا يفتح دور نشر جديدة او مؤلف جديد يظهر ولكن دول بيبقى يعني شبه سبتين ولكن دائما هي المؤلفات يعني اكن الصفحة دي هي اللي بيبقى عليها ضغط الشغل كله طيب بعد كده انا بروح في الاستعلام بتاعي بصوا كده لو فتحت الاستعلام بتاعي بس انا طبعا يا جماعة انا بفتحه من اول وجديد عشان اكني بعمله زي طنشيت لو فتحته من اول وجديد بصوا كده بيبدأ يجيب لي المعلومات اللي انا دخلتها كلها اهو متين يوم حول العالم بدأ يظهر معايا يوتوبيا ظهر معايا هنا بصوا اهو قال لي احمد خال التوفيق وهنا دار مصر يعني طبعا كنت حطت الاكواد هو جاب لي هنا اساميهم وحطها لي لان انا هنا بقول له هاتلي بالاسم طيب انا لو جيت دلوقتي اقول له انا عايز اجيب الكتب بتاعت احمد خال التوفيق فمجرد حاجة هقول له اسم المؤلف وهحط هنا حرف الالف فقال لي فيه انيس منصور وفيه احمد خال التوفيق اقول له لا انا عايز احمد خال التوفيق فحيجيب لي جميع الكتب بتاعت احمد خال التوفيق طيب لو جيت هنا قلت له انا عايز عن طريق اسم الكتاب فبيقول لي ماشي الكتاب ده اسمه ايه هقوله اسمه متين لسه اول ما بكتب متين قال لي اه متين يوم حول العالم ده بتاع انيس منصور ودار الشروخ وتمنه الف جنيه زي ما تشايفين يا جماعة احنا بس انا قلت النهاردة اوريكم المنظر اللي انا وصلتله والشكل اللي انا وصلتله والتركيبة بتاعته ولكن هنبدأ ان شاء الله من الحلقة الجاية نبدأ واحدة واحدة بقى نشرح مع بعض سواء هنقول الابعاد انا طبعا انتوا اللي هتعملوا التصميمات دي بقى بالانوان اللي تعجبكم والاشكال اللي تعجبكم ولكن انا هقول لكم المقاسات اللي انا استخدمها اتهى في كل صفحة وبعدين نبدأ نشرح الجداول ونشوف ازاي ربطنا الجداول مع بعض وازاي عملنا الاستعلام وازاي اقدر اعمل عدد لا نهائي من الاستعلامات طب اتمنى جماعة الدرس يكون مفيد بالنسبة لكم وان انتوا تستمتعوا به وتكون بداية جديدة ان شاء الله وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته